يعني يا جماعة انتو عارفين زكاة الحلية الفقهاء رضوان الله يعلم اتكلموا في زكاة الحلية ايه الحلية ده؟ الذهب اللي بتتحلى به المرأة حلية للزينة يعني بتتحلى به سواء بقى بتلبسوا كله او ما تلبسوش او بتلبسوا في المناسبات انما اسمه ايه؟ حلية مشغولات ذهبية دبلة، خاتم، اسورة، حلق، سلسلة دي اسمها مشغولات ذهبية حتى لو ركناها بس بتاعتها اه يعني او انت كل اللي عندك بتلبسوا يعني كل اللي لبسك بتلبسوا بس لبسك بتاعك ده اسمه الحلي ما تتحلى بين مرأة ده غير الذهب المدخر المكتنز اللي هو السبائك او الجنهات الذهب ده حاجة تانية هبكلم دلوقتي على المشغولات الذهب الحلية اللي بتتحلى بالمرأة سواء بتلبسوا يوميا او ما بتلبسوش او بتلبسوا في المناسبات اه فرح بانتخلتها فرح بانتعمتها في المناسبات او بتخاف تلبسوا تقولك لا لا مخروكش بيه الناس يحسدوني انه حاجتها ممتلكتها الشخصية المالكية والشافعية والحنبلة قالوا لا يجب في حلية المرأة الزكاة يعني ليس في حلية المرأة الزكاة ده او الرأي الاحناف يقولوا لا يجب في حلية المرأة الزكاة اده عندك رأيين فقهين انت هتاخد بقاني الرأي اللي ريحك ازاي يعني او الله اللي ريحك اللي ينسب ظروفك الفرد واحدة تقول لا انا عايز اخد برأي الاحناف انا معي فلوس بصراحة نفس اطلع وعايز اطلع بالزيادة يا سلام هنيئا لك واحدة تانية تقول لا ده معنديش اجيب من ده الشبكة بتاعتي اجيب منين طب خلاص يا ست مساعدنا الليه ما هي بنقول له المالكية والشافعية والحنبلة بيقولوا ليس فيه زكاة ده ده امر مهم جدا